فعشان كده فرقه كويس قوي انا دايما ما بحبش المقارنات لكن لو هنتكلم في المقارنات فرقه كويس قوي ما بين الموهبة وما بين من كتب التاريخ الموهبة دي نقعد نختلف عليها انا وانتو كل واحد على حسب اراءه وهو ده جمال كرة القدم ممكن انا يبقى بالنسبة لي احسن العيب موهوب جيه في تاريخ مصر حمد عبداللطيف ممكن واحد تاني يقول رضا عبدالعال وممكن واحد تاني يقول الخطيب وممكن واحد تاني يقول حسن شحاتة باحتفاظ طبعا بالارقاب كلهم كبتنا واحد تاني يقول فلان واحد تاني دي الموهبة اللي نختلف او نتفق عليها لكن نختلف او نتفق على مين احسن العيب جيه في تاريخ مصر فاعتقد ان حتى المناقشة او الكلام في النقطة دي يعتبر عبث محمد صلاح هو افضل العيب جيه في تاريخ مصر ليه بكل بساطة لان قدر ان هو يوصل للتوب ليفل للمستوى الاول في كرة القدم وبقى في المستوى الاول لسنوات طويلة وربنا يكرمه ان هو يقدر ان هو يفضل موجود لسنوات اطول لان كل دقيقة بيلعبها صلاح في المستوى الاول في اوروبا بتدي امل وبتوصل رسالة لكل الولاد الصغارة وكل اولياء الامور الابهات والامهات اللي بيعانوا مع اولادهم وبيركبوا الطريق وبيركبوا اوتوبسات نقل عام وبيركبوا مواصلات عامة ويبيركبوا 3 و 4 مواصلات عشان يروحوا النادي مع اولادهم النهاردة كل يوم بيعودوا صلاح في التوب ليفل بتديهم امل ان ليه ابني ما يبقاش زيهم هي دي اهم حاجة في قصة صلاح خلي بالكم اهم حاجة في قصة صلاح انه بيبعت رسائل كل يوم للولاد اللي عاشه تجربته وهو صغير وهو صغير ليه؟ لانه خارج من نفس الحتة بتاعته صلاح لا جاي من حتة معينة لا صلاح جاي من الشارع وهي دي قوة محمد صلاح انه جاي من الشارع وانه هو راجل مثابر وعنده صبر وعنده جلد لان او انا بقول لكم الكلام ده عن تجربة الاوروبيين ما بيحطوكش فوق دماغهم بسهولة الاوروبيين بيحطوك فوق دماغهم لما تجبرهم انهم يحطوك فوق دماغهم تاني اسمعوا الرسالة من رجل عاش التجربة الاوروبيين عشان تعرفوا عظمة اللي وصله محمد صلاح الاوروبيين مش هيحطوك فوق دماغهم بالساهل هيحطوك فوق دماغهم لما انت تجبرهم انهم هيحطوك فوق دماغهم وصلاح اكبر العالم كله على احترامه تاني الكلام اللي انا بقوله لكم كلام انا في رأيي ان مهم جدا والمصريين اللي عاشوا في اوروبا عارفين الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي وهين ان انا بتكلمش عالعنصرية ما بخشش فى الادة دى لك انا بكلمكم حتى في احترام الاوروبيين لاي شخص جاي من بره بعيدا على عرب بمصر لاي شخص جاي من بره ده ما بيجيش من فراغ ده ما بيجيش من فراغ بيجي ان لازم تبقى اعمل زى صلاحا كدة بتشتغل ليل ونهار النهار ده عايز اقوليكم تصريحات هندرسن بعد الماطش اللي هو كابتن ليفر بول بيقولك يا صلاح انا سعيد لصلاح يستحق المكان اللي وصل اليها لانه قدوة ولانه اول واحد بيجي ترينين جراوند واخر واحد بيمشي من الترينين جراوند شوفوا تصريحات هندرسن معايا كابتن ليفر بول انا سعيد حقا من اجل صلاحنا انه ليس من قبيل المصادفة ان يحصل على هذه الارقام القياسية شوفوا الكلام الكلام ده مهم جدا هنا بقى الكلام اللي انا بقوله لكم لما واحد من كابتن انجلترا وكابتن ليفر بول يتكلم كده على العيب مصري خلي بالكم ده مش سهل ده بيجي بعد مجهود كبير قوي لازم تعمله عشان تجبر الناس دي ان هي تقول الكلام ده عنك